أثار المنظر البارز في الفكر الوهابي بالسعودية محمد العريفي غضب أوساط علماء الدين المسلمين بعد نشر تسجيل مصور له يتهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله بأنه كان يبيع ويهدي قوارير الخمر للصحابة كما ادعى العريفي في حديثه لإحدى القنوات الإماراتية بأن الخمر ليست نجسة وأن الصحابة كانت أرجلهم ملطخة بالخمر وهم في طريقهم لأداء الصلاة في مسجد المدينة خلف رسول الله والصحابة والله تعالى أعلم أن الخمر نجاسته معنوية وذلك لأدلة منها أن أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم براويتي خمر وكان الخمر عندهم قبل تحريمه مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله لكن ربما يهديه أو يبيعه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فسكب فتح وسكب في الأرض ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن ينتفع بالجرتين ولم يأمره بغسل الجرتين من آثاره ولو كان نجسا لما جاز أن يخلط الماء بأمر نجس ترجمة نانسي قنقر